طب اللعيبة ايه المطلوب منهم؟ لا اللعيبة ده هما بقى أولا لذب مدرك انك انت تتحمل زي ما رفعوك على العناق ممكن ينقضوك فما تاخدهاش في كرامتك او ما تاخدهاش ان ده ترمومتر التقييم خليك انت اللي بتقيم نفسك صادق مع نفسك انت اللي عارف انت بتنام كويس انت بتاكل صح انت بتتمرن صح انت ملتازم في الاداء انت ما تديش ودنك انك لما تبقى نجم لازم تبقى لوحدك الفردية تزيد عندك في الملعب ودي ببتدت تبان شوية يعني فيه كور كده تيجي من ماشي لو بصها احسن كان بيبصيها قبل ما بيتقال علينا الكلام الكبير قوي بعد ما بيتقال عليك كلام الكبير عايز يؤكد هذا انسى الكلام ده كله ودي عايزة شجاعة وعايزة شخصية وعايزة قوة انا ما بقولش ان فاللعايب عايز بس هذا الكلام ياكل كويس وينام كويس والضرب كويس ويلتزم جماعيا حيلاقي نفسه دايما ناجح دايما زميله وتساعده ما احنا لو عملنا كلنا كده التروس مش هتيجي تزرجن مع بعضها هتبقى فيه سلاسة وانسيابية ويبقى دور الجهاز الفني مش مضيع وقته في تصحيح اخطاء يعني كلمة تصحيح الاخطاء دي مضيع للوقت وخصوصا لما تبقى اخطاء ليه علاقة بالسلوك وليه علاقة بالشخصية اما اضطر اكلم لاعب خلي بالك خلي بالك خلي بالك ده تضيع وقت يكون فيه التكتك والتكنيك بعض الشيء تشوتوا ازاي الالعاب الجامعية الالعاب السابتة الكارانر الفولات الكلام ده دفاعا وهجوما يبقى انا كده مركز في العمل الفاني أستاذ ابراهيم والعمل النفسي مش مركز فيه تصحيح المفاهيم اللعب ساعدني ان يجيلي بالمفهوم ناضج ودي تبدأ من الناشئين خلي بالك انا بمسوط جدا من فطرة اللي فاتت لانها شورت على عمل ناجح جوة قطاع الناشئين نتمنى ان يكتمت عندي بعض الملاحظات وبوصلها لكن الى حد كبير احنا ماشيين دلوقتي حتى في سياسة الاعراض النهاردة خبر ان فيه ثلاث لعيبة حيطلقوا اعراض في التشيك هنجيلهم دلوقتي يبقى نتكلم في ساعات لكن ده معناه ايه ان احنا ماشيين الزعلانين يا جماعة مساس الاعراض الاعراض دي انجح ما يمكن ان يحدث لعدم التفريط في كفاءات الناشئين صحيح